تاني أعليا تاني وثالث لحد ما ناخد حقنا وحقكو ده بقى لمؤازقة ما بتعرفوش تغدغر بالمظاهرات وتكسير المرافع العامة والممتلكات الخاصة أنا ما كسرتش حاجة بس عملت مظاهرات سخنت البلد وخليت المجانين اللي في المظاهرات تكسر البلد أنا مش مسؤولة عن أفعال حد أنا مسؤولة على اللي أنا عملته وإلى أنا عملته حق بيكفله لي القانون والدستور يا بنتي أنت مش بنت مونيب راشد أيها طب ليه بقى مش طالعة زي بابا طالعة له إزاي يعني يعني بابا رجل محترم بيستثمر في البلد وبيحب البلد وبيعمر فيها معقولة بابا يعمر في البلد وإنتي تيجي تخريبيها بابا بيحب البلد بطريقته وإن أحبب البلد بطريقته مشي على كل حل إكرامة للسيد الوالد أنا هخدي كترة واحد نهارده لو ليه حق أمشي لو مليش أتحسب على أنا عملته زي زي غيري خليها علي المرة دي أفس المرة الجاية هحسبك على القديم والجديد طبعا أنت فهمها كلامي كويس هم؟ يا أبني تعال أخذ عليها خلص لها إقراءاتها وصيبها تروح شرفت يا تلعوها بسليمة يا رب أهدي يا صبرة يا أختي ما تلعوش كده ما تلعوش خير إن شاء الله هذا إزاي بس الوضع خدوا يا أمه أنا ومش عارفة هشوفه تاني ولا لا ما تلعوش يا أختي مادام هو ملهوش في السياسة هياخدوا منه كلمتين وهيخرجوه على طور ده حقيقي يا أمه الوضع صمب للمعصام اتخد في مظاهرة زي كده ولما ثبت برقته صبوه أصبري يا أختي أصبري يا صبرة أديدي صبرة ده نظارة حنا طول عمره عشان ربيهم كويسة إلا ما حد تنصب فيهم والآخر الوضع يتمسكوا ما عرفش حتى أراضيه فين بعد الشر ومتقوليش كده أدم حيرجع بالسلامة إن شاء الله ده أدم ده أحسن راحت في الدنيا أو الله أدم ملوش ولا في السياسة ولا المظاهرات ولا الحاجات دي سطورها يا رب سطورها يا رب ونقبة سطورها يا رب أنت بقى زعيم المظاهرة لا باش أنا أقول زعيم ولا حاجة أنا اللي جواي وبحس بيه بقوله على طول أيوا بس اللي انت بتقوله دوت ممكن يعمل لنا مشاكل وبعدين يا ابني احنا في حالة سلام مع إسرائيل دلوقتي اباشي احنا عمرنا ما هيكون في بينا وبين إسرائيل سلام أبدا طول ما هم بيقتلوا إخواتنا كل يوم وبيهتجوا عرضهم يبقى عمر ما هيكون في بينا وبينهم سلام أبدا غصبا عني اباشي مش بإيدي أنا معاك وحس بيك بس مش بالطريقة دي يا طهر انت كده ممكن تودي نفسك في ستين داية ما انت عارف القانون وبعدين يا طهر انت شاب من ناس ومثقف وشاعر وموهوب وقدامك المستقبل بلاش تهده يا طهر فاندم طول ما احنا سكتين ومش قادرين نتكلم ومش قادرين نعمل أي حاجة نخرجهم من العذاب اللي هم فيه يبقى مالوش لازمة ان احنا عنييش للمستقبل انت دماغك ناشف قوي بس مش مؤذي واعتقد ان انا زي زيك عندي نخوة كعربي بيغير على وطنه وكمسلم بيغير على دينه بص يا ابن انا رواحك بس بالله عليك بلاش ميجيه هنا داني شكرا يا فاندم يا ريت زباط امن الدول وكل هم يكونوا محترمين زي حضرتك بس انا بقى ليه عندك طلب يا طهر يا جفارة اوارني يا فاندم نفسي تقولي قصيدة كده من اللي انت بتكتبه حاضر يا فاندم قلبه وكفاح باسم اللي راح حلم وقضية حالف معيش وفي عيني خوف من الليلة دي وانا مش مروح بيتي غير حقي في داية مش هدي فرصة ليد حديد تهد فيها ولوط راسي غير بساجدة بحسن نية لللي حاني عشان اعيش لللحظة داية او مروح يا طهر او مروح بدل ما احطك في الحجز ووم شكرا فاندم شكرا فاندم شكرا فاندم في ايه بس يا ماما احراك تينا بعياتك اللي مش مفهوم دا قدام الناس بقولك يا سرية قدم دا ما عزته من ما عزته ولدنا وبعدين انت ناسية مش هوا وهنا متربيين سوا يا ماما دا اخوته اللي اسموهم اخواته معياتوش عليه زيها كده هؤما حرين يا ماما بيت يا هانا ايه اللي بينك وبين قادة مفيش حاجة علينا الكلام دا؟ ريحي قلبي قوليل مفيش حاجة يا ماما مالها البيت دي يا امهان لا ابدا يا اخويا اصلها متأثرة شويك من ادم ابن الجيران اباضه عليه اباضه عليه؟ ليه؟ اصله كان في مظاهرة مظاهرة ايه الخايب دا؟ في حد عاية دي يعمل كده؟ خايب؟ خايب دا ايه؟ وله يا اخويا ما تقولش عليه وطني وطني؟ وطني يا حماة انجليسة عيشة ايام الانجليز يا حماة الحكاية دي دلوقتي بيعتبروها شغب وبيعاقب عليها القانون ومن لعلمك بقى؟ المظاهرات دي اضعف حاجة لحل المشاكل دا وقت غابة يا اخويا اما 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 شوف البيت هنعمل ايه بقى يا اخويا تي الشباب؟ المهم ابو وامو عاملين ايه دلوقتي؟ مش احتفين على الواد يعيني وعايزين يعرفوا عنه اي خبر يطمنهم عليه؟ مش احتفين؟ ما هما اللي يستهلوا سابولوا الحبل على الغارب لغاك ما فاسد جرأي يا بوهانة هو انا بقول لك الواد اتقبض عليه في قضية مخدرات؟ دا ما قبض عليه يا اخويا فم زهرة؟ يا ريت اقتقضية مخدرات كان كام سنة ورجع موسيقى المرة دي جات سليمة المرة جاية مطمانش ممكن تطبل على دماغك ودماغه لا باش يا احمد احنا ناس غلابة وملاش في السياسة منعشان كده استدعيتك عقل ابنك خلي يركز في مستابله بدلا ما يتلمى عليه شوية هالصيعة يملوا دماغه بكلام فارغ حاضر يا باش حاضر اوعد ساعدتك ان من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني أبدا يا ريت لاني لو شفته تاني انت مش هتشوفه تاني موسيقى يا لادر والل bestimm curiosity اخذتك اللي عمر بيتك اللي اكرمك واسعي اتكلم يا باش اللي اكرمك